الخير فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون ريفيو عما كتلكو كيزو الدوناتس وكما انجرت معكم النهاردة كمية صغيرة فيها هقول لكم في اخر الفيديو رأيي فيها ايه? وحلوة ولا وحشة? تشاكل دوناتس اعملت معاكم النهاردة في المكنة. بيبقى دوناتس من غير القليف بيبقى طبعا اخف بكتير من الدوناتس العادي. وفي الاخر زي ما انتركها هقول لكم جبتها منين وحلوة ولا وحشة? مقادير مفيش ابسط منها. كوباية دقيق نص كوباية حليب معلقة صغيرة بكينج بودر معلقة كبيرة نشا ممسوحة يعني معلقتين كوبار سكر بيضة حجمها كبير معلقتين كوبار زيتة او زبدة رشة من الفانيليا السايلة او البودرة بس كده هنعمل ايه? في الخلط او الكبة هحط كل مكملات فوق بعض من غير اي ترتيب خالصة هحط الحليب هحط الدقيق اللي هي كوباية من الدقيق الكوباية دي يا جماعة عميتي ان الحجم الصغير بتاعدونا بس ده حواية 19 واحدة 20 واحدة حاجة زي كده. البيضة بالفانيليا وحطت كمان دلوقتي الزيت. والسكر والبكينج بودر والنشا. الوشفة سهلة جدا جدا. وطعمها ميزاتها الوحيدة ان هي خفيفة اخف بكثير من المقلية ومن غير دهون خالص ومش نشف في نفس الوقت. يعني هيزي المعادلة الصعبة. المخبوزة بيكون دايما نشفة. اخرط كويس قوي بالشكل ده. ودي المكان اللي لازم تكون عندنا بتتباع في سوق وفي جوميا وفي امازون. ما هو امازون هو هو سوق. المهم يعيب تتباع في اي حاجة اونلاين كده هتلاقوها. ده هنتها زبدة وسخنتها الاول كويس قوي. وهبدأ دهنا كويس جدا جدا وهدي هنكل زوي فيها بالفرشة. من فوقه من تحت. بالشكل اللي انتوا فيه ده كده دلوقتي قدامكم. في منها بيشيل لحد 18 واحدة يا فكرة. بس انا جاي بالصغير. هي فيها لنبوحدة واستكمل من بره. هحط فيها بقى كمية الدونتس اللي عندي. حطيتها الخليط في كيس عشان يبقى سهر ان انا اعرف اشكله او اصبه من غير مخرج بره لده بره الشكل نفسه. ده شكله. خرج واحدة بيضة واحدة محمرة واحدة نص نص. هنا قلت واركو اعملو ازاي? بعد ده هنية الزبدة او السمنة او الزيت اللي انتوا حابينه. طبعا الافضل طبعا الافضل هو الزبدة. هبدأ ان انا احط الخليط كده بالشكل ده. شايفين كده? ولو فرض انتوا آآ عملتوا مسلا كده وخرج منكو شوية مفيش اي مشكلة خلص. نجيب منديل زي ما انا عملتك لبزة ونمسح. ونروح افلين المكنة. بس مش اكتر من كده كل الفكرة اللي فيها. الدونتس كان طالع شكله مش حلو قوي كان واحدة واحدة. بس كطعم كان طعمه حلو. وكان اخافي بكتير من المقلي. وبصراحة هو كطعم عجبني. زي انت بنيوتيلا. ممكن سوز كراميل. ممكن سكر بودر مع مية. ده اسهل. كان اسهل وابسط حاجة. سوز كراميل. سوز شوكاراتة. نوتيلا. انا بصراحة اطلع لنيوتيلا من فوق. وكان طعمها حلو. بس الفكرة او المشكلة بالنسبة لي كانت في ايه? الماكة دي جماعة فكرة سرقات تلتوميك جنيه. وموجودة في اي موقع انا هتلاقوها اسمها ماكة الكوكيز او ماكة الدوناتس. بتعمل كوكيز ودوناتس وبانكيك. الفكرة من ازاي في الملل ان اعمل ستة ستة. اه مملة جدا جدا. اه الجزء اللي في النص ده بيلده قوي. جدا. اللي هي الحتة الطلعة دي. بعدين واحدة كانت ماشي هنا بوهرات بنت. اه واحدة كانت طلعة محمرة قوي. واحدة طلعة عبيضة. هو كله مستوي. بس مش نفس الدرجة. فبصراحة بنزاي معجبنيش. معرفش هاني المشكلة في النوع اللي انا جبته. ولا فيها كلها. بس الطعم كان حلو وما كانش طعمها مغبوزة. ده دي اهم حاجة الطعم كانش مغبوز. كان طعم دوناتس. اشبه حاجة للمقلي. وانشون كنت تعاملوا بزيبنا نوعها كويس اللي هي اللورباك. فكانت طلع بصراحة الحاجة حلوة جدا. بس فلحي بيجرب بيجرب. كمان فيها عفكرة مع نفسي اقليب ده بالزبط. بس بيخش الفرن. وطبعا ارخاص بكتير. بس تجربة كان حلوة بصراحة وطعمه كان حلو. بس الجهاز نفسه بصراحة انا محبيتوش خمس. ده كان فيديو النهاردة.